مساء الخير مشاهدين الاستقرار الجوي لعش نهات طيلة أزد من عشرة أيام مشح دوم طويلة خطف نهار الجمعة إن شاء الله سنشهد أجواء نوعا ما شتويت كون الأمطار الثلوج انخفاض في درجة الحراح يكون مسجل بداية من صباحة يوم الجمعة بحول الله تفاصيل وضع الجوي إن شاء الله لنهار اليوم حتى غدوة صباح سوات القامة الإصطناعية توضح النصفاء استقرار تام على جول المناطق الجنوبية وحتى على المناطق الشمالية يبستنا بعض السحورة لنناشوفوها على المناطق الساحلية الوسطى وحتى المناطق الساحلية الشرقية الرياح إن شاء الله هاليومه فالليل حتى غدوة صبح ستكون نوعا ما رياح قوية كما ننشوفوها في سواء في السورة المناطق الغربية و الوسط روح بالخمسين حتى الستين كم في الساعة نفس الرياح إن شاء الله نسجلها على منطقة بشرة حتى الخمسين كم في ساعة حتى كادلك لا مدينة غردايا فيما يخص aiوم بحوال الله الاستقرار وصفة. إن شاء الله يتقام متواصل مساء اليوم بحول الله على جل المناطق الجنوبية وحتى على المناطق الشمالية باستثناء بعض الصحب كما نشوفها في الصورة على منطقة الداخلية الوسطى أقول وحتى على منطقة الواحد. درجة الحال إن شاء الله اليوم في الليل يبقى دايما الحال شوية بارد في الليل وإن ما تعداش درجة واحدة على منطقة باتنازج ودرجتين فقط على كل مدينة السطيف بورج بورج قسنطينة حتى لمنطقة سوق هراس وقلمات الحقل 9 درجات بعنابة كذلك نفس المقياس بجزيرة العاصمة. 4 بجلفة تيارة نعامة ومشريات الدرجات على مدينة البيض. 11 درجة بمدينة وهرن. 4 درجة ببشر. 7 درجة بمدينة تيندو. 6 درجة وهذا على كل من مدينة أضرار عين سرح وتامناس تلحق 11 درجة بعين قسنة. صفي حتى الغد الخميس بحول الله نبقى دايما نعيش حالة من الاستقرار والصفة المؤقتة إن شاء الله بداية من يوم الجماعة تكون الأجواء غائمة وممطرة. أجواء صافية يوم الخامس الصباحة على جل المناطق الجنوبية والشمالية. بعض السحب لنوعا ما تكون كثيفا سجلها في الصباحة مع ضباب خاصة على السواحل الغربية والوسطى للبلد. درجات الحالة إن شاء الله ليس بحتى الغد الخميس بحول الله أجواء نوعا ما جد باردة خاصة على المناطق الداخلية الغربية والواقع الشرقية. أقول نسجل درجة واحدة تحت الصف على مدينة البيض. نفس المقياس بيبات ناس طيف قسنطينة برج بوريج تلحق الدرجة واحدة على مندية الجل فاتيات نعمة مشرية وكذلك على الأغواط 6 درجة فقط بجزر العاصمة 8 بوهران 11 درجة بعنبا 8 درجة بتيندوف 4 درجة ببشر 7 بأدرة 8 بعين صلح 5 بغردايا 11 بمدينة ورقلا. حالة البحر إن شاء الله اليوم في الليل وحتى غضب أصبح. البحر كيما نشوفه في الصراح يكون نوعا ما هائج على السواحل الغربية. سلعة الرياح تلحق حوالي 60 كم في الساعة. يكون قليل إطراب على السواحل الوسطى والشرقية للبيات. سلعة الرياح ما بين 30 حتى 40 كم في الساعة. بالنسبة للرؤية إن شاء الله رح تكون نوعا ما رديئة على السواحل الغربية علو الأمواج الحق حوالي 4 أمتار بالنسبة للرؤية على المسواحل الوسطى والشرقية للبيات ستكون متوسطة وعلو الأمواج ويتعداش المترين بحول الله هقدر نحقوا لختم نشرتنا ضمنت الفراعية الله وحفظه. السلام عليكم